الثامنة من الميادين أهلا بكم وإلى العنوين البيان اللي عملت بالنهضة بنتها يعني في الحقيقة فيه تهديد لين السبس يتهم النهضة بتهديده بعد حديثه عن التنظيم السري للحركة ويؤكد أن الأمر بات في عهدة القضاء الجعفر يتهم تركيا بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتي ودول الضامنة لأستنى تدعو الجماعات المسلحة إلى الانفصال عن داعش والنصر رئيس الأرجنتين يقول أن الاتهامات ضد ولي العهد السعودي بارتكاب جرائم حرب ربما تطرح للنقاش خلال قمة العشرين والرئيس الفرنسي يعلن أنه سيلتق ابن سلمان وفدو صنعاء يعلن أنه سيكون في السويد للتفاوض في الثالث من كانون الأول ديسمبر المقبل إذا حصل على ضمان للخروج والعودة الآمنين فتح تريد ذهاب إلى الانتخابات كحل للأزمة مع حماس والحركة تؤكد الاستعداد لها أهلا بكم قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن حركة النهضة هددته شخصيا مؤكدا أن القضاء هو الذي سيفصل في موضوع الجهاز السري لحركة النهضة موقف السبسي جاء خلال اجتماع مجلس الأمن القوم التونسي بلا المبروك والتفاصيل الرئيس التونسي يلوح بذهاب بعيدا في التحقيقات حول ما بات يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة قالوا لي هاهم الوفاق اللي نحن عدنا نغمض عينيه يمكنش يجيبو لي هالوحدة مين قولهم اردوه وشنو السر اللي ثمه هو يتوى المسألة مفضوح العالم أجمع يتكلم عليها هالجهاز السري هالجهاز غير السري هو معاش سري ثوى النهضة ولحسم الجدل طرحت الذهاب إلى القضاء نفية علاقتها بجهاز سري والتدخل في عمل مؤسسات الدولة فيما شدد مراقبون على ضرورة شمولية التحقيقات بمعنى أن تشمل قضية الشهدين بالعيد والبراهمي وقضية الجهاز السري مجال هذا ما يسمى بالتنظيم السري أصبح ليس فقط ملف قضاء وإنما ملف مرتبط بالرأي العام الراي العام اليوم يحتاج إلى الحقيقة كاملة الحقيقة بدون مواربة وبدون أيضا تجزئة الحقيقة التي تؤسس لانتقال ديمقراطي سليم بعد انفراط عقد التحالف بين النهضة والنداء يطفو ملف الاغتيالات من جديد لتتعادم المخاوف لدى البحثين على الحقيقة من ضياعها في دهاليس السراعات السياسية الغالب أن ملف اغتيال الشهدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وما يسمى الجهاز السري لحركة النهضة سيشهد تطورات مهمة في المقبل من الأيام ولا سيما بعد تلميح السبسي لأن مؤسسة الرئاسة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الجدل الحاصل بل المبروك تونس الميادي دعت الدول الضامنة لعملية أستان الجماعات المسلحة في سوريا إلى الانفصال عن داعش والنصرى مؤكدة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات بشأن إدلب وبمواصلة مكافحات الإرهاب الدول الضامنة لأستان أكدت في بيانها الختام المشترك رفضها محاولات تغيير الواقع على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب مشددة على بدلها المزيد من الجهود المشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية السورية وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا أليكساندر لفرانتياف إن موسكو تعتبر نتائج اجتماع أستنى إيجابية وإننا قاربون جداً من إنهاء العمل بشأن اللجنة الدستورية لفرانتياف أضاف أن روسيا مستعدة لمساعدة من سماها المعارضة في القضاء على بقايا جبهة النصرى إذا قدت الحاجة بذلك وقال لفرانتياف إن وجود مسلحي جبهة النصرى في منطقة خفض التصعيد في إدلب غير مقبولة منذوب السورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري وفي مؤتمر صحفي من أستنى اتهمت تركيا بعدم الالتزام باتفاق سوتشي وقيامها بتغيير معالم المناطق في شمال غرب سوريا وبالسعي إلى تتريكها نحن لدينا مشكلة هي تتمثل بعدم التزام السلطات التركية بتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاجتماعات التي نحضرها في أستانا وبموجب اتفاق سوتشي كما تحدث وفي كلمته حذر الجعفري من الممارسات التركية في إدلب متهمة إياها بحماية الإرهابيين الأجانب في المنطقة تحدثنا عن جبهة النصرى والقاعدة ولكن هناك ما هو أيضا ملفت للانتباه في المناطق التي تسيطر عليها أو ترعاها تركيا في إدلب وأعني بذلك المرتزق الأجانب الإرهابيون المرتزق الأجانب موجودين في إدلب بحماية السلطات التركية الحزب الإسلامي التركستاني هل هو معارضة سورية؟ هو حزب تركستاني هو حزب تركستاني يعني جاينا من تركستان هل هذا معارضة سورية؟ معتدلة أو غير معتدلة؟ المجموعات القوقازية والشيشانية هل هذه معارضة سورية؟ تنظيم حراس الدين اللي هو القاعدة أعلنوا ولاءهم هذا التنظيم تنظيم حراس الدين أعلن ولاءه للظواهر في أفغانستان يعني قاعدة تنظيم القاعدة هل هؤلاء معارضة سورية؟ كلهم أجانب كلهم أجانب موجودون في إدلب بحماية سلطات تركية الجعفر وفي كلمته قال إنه إذا كانت هناك إرادة دولية لمساعدة سوريا لتخطي محنتها فالشرط الأول هو انسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية وأكد وجود إرهابيين أجانب في إدلب بحماية من تركيا يجب أن يكون هناك انسحاب لكافة القوات الأجنبية غير الشرعية المتواجدة فوق الأرض السورية إذا كان فعلا هناك إرادة دولية بمساعدة سوريا على تجاوز محنتها فالشرط الأول حكماً هو أن تنسحب القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة فوق الأرض السورية أعني بذلك طبعاً القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة التنف مخيم الركبان وفي مناطق أخرى في شمال شرق سوريا وهناك قوات تركية أيضاً موجودة داخل أراضي السورية تحدثنا عنها وهناك قوات بريطانية وفرنسية أقل ولكنها موجودة ينبغي أن تنسحب من الأراضي السورية قال رئيس وفد المعارضة السورية أحمد طعمي في ختام مباحثات أستنى أن الجهود التي بوذلت في محادثات أستنى لم تصل إلى نتائج نهائية مشيراً إلى أنه يمكن أطلاق اللجنة الدستورية في الفترة المقبلة طعمي طلب بعودة آمنة للاجئين وعبر عن قلق المعارضة من الوضع شرق الفرات نؤكد على أن على أن الجهود التي بوذلت طيلة يوم أمس حتى ساعة متأخرة جداً من الليل والجهود التي بوذلت اليوم في وقت مبكر صحيح أنها لم تصل إلى نتائج نهائية ولكن أستطيع القول أنه قد تحقق تحسن بسيط من شأنه أن نعول عليه خلال الفترة القادمة وتقديراتنا أنه يمكن حالة هذه المسائل بحيث أنه يتم إطلاق اللجنة الدستورية خلال الفترة القادمة دون أن نستطيع أن نحدد بالضبط متى تكون أكد عضو هيئة التفاوض السورية المعارضة يحيى العريض أن الهيئة تريد خروج كل المجموعات التي صنفت إرهابية من سوريا متسائلاً ما إذا كانت روسيا تريد فعلاً حلاً سياسياً في سوريا أو اعتماد التدمير العسكري كل الجهات التي تذكرت كجهات إرهابية كما السوريون والمعارضة يريدونها خارج سوريا هذا الأمر بالنسبة للمعارضة بالنسبة للسوريين ككل لا يريدون كل تلك الجهات التي صنفت إرهابية حتى روسيا ذاتها عندما تقارب أمور سوريا بشكل تكتيكي بشكل استمرار هل تريد حالاً سياسياً حالاً في سوريا وتجني الجنة السياسية أم أنها تبيرة فقط بالجنة العسكري والتدمير وللمزيد ينضم إلينا في مجلس الشعب السوري الدكتور أحمد مرعي أهلاً وسهلاً بك معنا في قناة الميادين طبعاً للمزيد حول كل ما صدر من مواقف في أستنى دعنا نبدأ وإياك بكلام أيضاً ديمستورا سيد ديمستورا اليوم قال أو تحدث عن الفشل في التوصل أو الاتفاق على اللجنة الدستورية وهي بند أساس في صوتش إذا ما أردنا أن ننطلق بهذا التصريح بداية ماذا يريد أن يقول السيد ديمستورا مع هذا الإعلان ومع قرب مهمته طبعاً بعد التمديد لها ولماذا لم تشكل هذه اللجنة فعلاً إذا كان الحكومة والمعارضة قدموا الأسماء ديمستورا يريد من وجهة نظره إنجاح هذه المحادثات فقط إذا تم التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية طبعاً هذا التصريحات ديمستورا مرتبطة بمهامه وبولايته نحن أمام بوقت قريب سيعلن ديمستورا بأنه تم تسليم كل مهامه فيما يتعلق بالملف السوري وبالتالي لم يتحقق أي شيء في هذا الملف من جهته خاصة بأنه كان في بعض المراحل كان يعبر عن وجهة الغربية وخاصة فيما يتعلق بمحادثات جينيف ديمستورا كان يريد أن تخرج هذه المحادثات محادثات استانى تحديداً بتشكيل اللجنة الدستورية ليقول أنه حقق إنجاز ما ولكن هذه اللجنة وهذا بالإجابة على السؤال الثاني الذي طرحته بأنه هذه اللجنة هناك أخذ وراد فيما يتعلق بهذه اللجنة والأمر لم ينتهي حتى اللحظة وجهة نظر الدولة السورية التي تقول بأن هناك اختلاف على الثلث الثالث من هذه اللجنة والتي لم تقبل الدولة السورية بأن يتم فرض أسماء من قبل الأمم المتحدة والتدخل بفرض مثل هكذا أسماء أو مثل هذه الأسماء لتشكيل دستور للبلاد وخاصة بأنه سيكون الضابط والنظم لعمل كل الهيئات والدولة السورية في المرحلة المقبلة لذلك هذا الأمر اعتبرته الدولة السورية هو أمر سوري ومرتبط بالإرادة السورية والسيادة السورية لذلك ديمستورة تصريحاته مرتبطة فقط فيما يتعلق بمهمته كمبعوث خاص وانتهت هذه المهمة ولم يحقق شيء لهذا لم يكن هناك إعلان عن أسباب عدم بشكل عالمي خاصة بأن المحادثات كانت مهمة لجهة أساسية بأن هذه المحادثات هي المحادثات رقم 11 والتي تأتي تعزيزاً للمسار السياسي وكل ما يعزز المسار السياسي هو يتوافق مع إرادة السورين ومع ما تعبر عنه الدولة السورية منذ بداية هذه الحرب عليها وهي كانت تقول دائماً بأن الحل للأزمة السورية هو حل سياسي وليس حل عسكري ولكن هناك من يريد أن يعبر عن وجهة نظره عبر وجهات نظر غربية وأهواء غربية كما تحدثت ويبدو حتى يمكن الأولويات ربما تختلف لأنه بكلام السيد الجعفري كما لاحظنا تحدث عن اتهام وكان لتركيا باحتلال شمال سوريا كان واضح كلامه هل يفهم أنه عندما يركز على هذا الموضوع ويغيب الحديث عن موضوع اللجنة السورية وكأنه هناك أولوية لموضوع التركي قبل الدخول في تفاصيل العملية السياسية حقيقة الدولة السورية ربما تسير على كل المسارات ولكن هناك أمر يعني يحدث على الأرض هناك جماعات إرهابية تتواجد في إدلب وبعض المناطق في الريف الشمالي لحلب وبعض المناطق في ريف دير الزورو وبالتالي نعم هناك جماعات وهناك عصابات إذا صح التعبير توجد على هذه الأرض والدولة السورية لن تقبل بوجود مثل هذه الجماعات ونعم تعطي الأولوي لتحرير أرضها بالتوازي مع العمل السياسي ولكن لا يعني أن نذهب باتجاه فقط ما يريده دومستورو وما تريده الأطراف الأخرى وترك هذه الجماعات على الأرض السورية تعيث قتلاً وخراباً ودماراً هناك توافق حصل حول هذا الملف تحديداً فيما يتعلق في موضوع إدلب وإذا بدي أقول أنا إذا بدي وصف النتيجة العنوان العام لما تمخض عن استانا يمكنني أن يقول أنه تم إعطاء المزيد من الوقت للتركي بما يتعلق بفصل هذه الجماعات وخاصة أنه زكرتي علا بأنه لفرينتيف قال بأنه تستطيع هذه الجماعات الإرهابية والتي مسمىها معتادلة بين المزدوجين أن تنهي ملف جبهة النصرة والتي قدر بأنه يكون عدد 15 ألف وبالتالي شو بيكون سبب هذا التصريح أنه تستطيع روسيا أن لا تضرب هذه الجماعات وتعطي المزيد من الوقت شرط أن تنهي تركيا هذا الملف وأيضاً يعني أن الروسي والسوري وتوافق حتى الآن طالما هناك لماذا حتى الآن يعني كيف يفهم النتيجة وتحرك التركي يعني هو عجز تركي حتى اللحظة لأنه ما يجري أو الجماعات عجز أم مماطلة عجز مترافق ربما مع القليل من المماطلة التركي لا يستطيع حقيقة فصل هذه الجماعات بشكل يعني ما فيه فصلهم بكبسة زر هناك هذا ملف معقد هذه الجماعات مختلفة بالأهواء بالأيدولوجيا بالقرار بالتمويل مختلفة فيما بينه لذلك يحتاج للمزيد من الوقت وأيضا يريد أن يضغط على الأميركي فيما يتعلق بالملف الكردي وربما تسألي حضرتك أنه كيف يمكن للتركي أن يأخذ المزيد من الوقت ليفصل هذه الجماعات وهو يعمل على اتباع سياسة تتريك في مناطق مثل جارابلس وعفرين وأعزاز وهذه المناطق نعم التركي في مكان معين يريد المزيد من الوقت ولكن أيضا لا يعني هذا أنه إنفاء صفة الأطماع والأهواء بالحصول على المزيد من المفوذ التركي في هذه المنطقة ليتفاوض بالمرحلة القادمة أو تكون لديه ورقة في أي تفاوض بالمرحلة المقبلة مع الأطراف الأخرى لذلك كيف يمكن حتى هذا المواجهته يعني شوفي طرحتي بالمقدمة حضرتك بأنه ربما تكون هناك أولويات على أولويات أخرى أو على ملفات أخرى نعم هناك أولوية بالنسبة للدولة السورية التوقيت الذي تحدث به لافرينتيف بأنه ربما يكون هناك اجتماع سيكون بنهاية كانون الثاني هذا يعني بمثابة توقيت أعطيه للتركي مرة أخرى وإلا ستعود الأمور إلى المربع الأول وبالتالي الدولة السورية ستذهب باتجاه تحرير أرضها سيد جعفري أن تركيا محتل تركيا محتل وهذا توصيف دقيق وصنف ضمن القانون الدولي بأنه عدوان هذه الدولة تمارس عدوان على الدولة السورية وتقوم بتغيير الأراضي والشوارع والساحات وكل ما إلى ذلك ولكن هناك توافق بالنسبة لأن كدولة السورية مع الحلفاء على تسخيم الحل السياسي ودفع التركي بالذهاب باتجاه أن يخرج من هذه الأرض فلا مشكلة ولكن لا يعني أن يكون هذا الأمر دائم وهنا النقطة الأساسية بالنسبة للسوريين هذا الأمر لا يمكن أن يكون دائم هو مرتبط بمرحلة معينة إن لم يتم تحقيق الأهداف التي تريد تحقيقها الدولة السورية سنعود إلى المربع الأول إلى المعركة العسكرية والتي بمجبها يتم تحرير الأرض السورية وهذا ما تحدث أيضا بها السيد طعمي قال وتهم دمشق وهي تحضر لعملية عسكرية كبرى في الشمال وأدلب وحذر من خطر يعني هدم التسوية في هذا الموضوع طيب أين الإيجابية في كلها؟ يعني اليوم كل ما تحدث أو صدر من أستنان وأيضا مجددا ومجددا جو الإيجابية موجود على أي أساس هذه الإيجابية تأتي يعني أمام هذا المشهد الذي بدأ يتشكل الإيجابية يعني تتمثل كما قلت بتسخيم الحل السياسي وأعطاء المزيد من الوقت ليأخذ هذا المسار الحق أو الوقت الكافي حتى لا يقال بأنه نحن نسفنا كل الحلول الأخرى وذهبنا باتجاه المليكات ما الذي سيفعل التركي بهذه الفترة يعني المقبلة حتى شباط قيل أنه سيكون هناك اجتماع آخر أستنى حتى نعم لأنه على يعني الروسي يتفاوض مع التركي وهو لا يريد أن يذهب باتجاه يعني إذا بدك تخلص كل الأوراق بالنسبة للتركي وخاصة بأنه التركي والروسي قطعوا أشواط كبيرة فيما يتعلق بتقدم العلاقة روسية تركية يعني يبقى في هذا الإطار بأنه لابد من إعطاء المزيد من الوقت حتى يتم إسقاط كل الذراعي التركية بأنها هنا يتبين لدينا أما أن يكون هناك مماطلة أو عجز وقال اللافرينتيف أنه نحن مستعدين للمساعدة إذا كان هناك إمكانية أو إذا رأينا أن هناك عجز فيتم تدخل المساعدة أما إذا كان هناك مماطلة فتعود الأمور إلى النقطة الأساسية وبالتالي تحرير هذه الأرض بالقوة العسكرية وهون بدي يقول بأنه فيما يتعلق باللي تحدث فيه طعمة نحن لم نترك المعركة حتى اللحظة نحن لم نخرج من ساحة المعركة لم نترك الميدان الدولة السورية لديها أراضي محتلة من قبل التركي ومن قبل الأميركي ومحتلة من قبل جماعات كما تحدثت جعفري جماعات غير معروفة ولكن هي أجنبية ليست سورية جماعات تحملوا السلاح ضد الشعب السوري وتحتل هذه الأراضي وبالتالي العودة إلى هذه النقطة الأساسية التي قاتل الشعب السوري منذ البداية لتحرير أرضه وسيقاتل حتى تحرير آخر شبر من هذه الأرض لكنه بانتظار ماذا؟ هذه الفرصة؟ بانتظار إذا صح التعبير هو استنفاذ كل الفرص فيما يتعلق بالحل السياسي ولكن إذا تم استنفاذ الفرص فيما يتعلق بالحل السياسي ولم يتم تحقيق نتيجة وبالتالي لم يعد أمامنا إلا الذهاب باتجاه العملية العسكرية كيف يمكن الزام التركي اليوم بما هو مطلوب منه؟ حتى اللحظة هناك توافق أو هناك نقاش ما بين الحلفاء يعني الدولة السورية مع الحليف الإيراني والروسي يعني يكون هناك نقاش حول الدور التركي طبعا ما تحدث به السيد جعفري اليوم حول القوات حزب الإسلامي التركستاني وغيرهم من الجماعات يعني أن التركي يقوم بعمليات عدوانية ضد الدولة السورية إلزامه في مرحلة قادمة هناك المزيد من العمل يجب أن يعطى هذا الوقت لنقول بأنه كيفية المرحلة القادمة بالإلزام أو غير الإلزام كل الشكر لك أحمد مرعي عضو المجلس أو نائب في مجلس الشعب السوري دكتور أحمد مرعي كل الشكر لك على هذه المشاركة معنا حول هذا الموضوع قالت وزارة الخارجية التركية أن مباحثات أستنى أكدت الموقف المناهض للأجندات الانفصالية الرامية إلى النيل من وحدة الأراضي السورية وسيادتها والتي تمثل تهديدات للأمن القومي لدول الجوار وأكدت الوزارة في بيان أن الأطراف المشاركة في الاجتماع رفضت المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الساحة تحت غطاء محاربة الإرهاب كما لفتت إلى أن الاجتماعات تركزت على تنصيق الجهود من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وبحث التطورات الميدانية قال السفير الروسي في لبنان أليكسندر زاسبكين أن التسوية السياسية في سوريا وصلت إلى مرحلة جيدة لكن يجب تطويرها وصولا إلى دستور جديد وانتخابات وفي حديث مع الميادين ضمن برنامج حوار الساعة لفت زاسبكين إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن تغطية للمجموعات المسلحة في سوريا أنا لا أريد أن نناقش تفاصيل الأمنية العسكرية ولكن من حيث المبدأ نقول هم يؤمنوا التغطية للمجموعات المسلحة شيء الثاني لديهم تواصل وتعامل مع قصد هذا أيضا يخلق نوعا ما حالة غير طبيعية في الأولاقة ما بين الأكراد والسلطات المركزية وكما أنه هنا يبرز دور تركي كمان أنه أكثر مما كان ممكن يكون بدون النفوذ الأمريكي على الوضع وفي حديث مع الميادين من برنامج حوار الساعة شدد زاسبكين على التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران وعلى تأييد موسكو للدور الإيراني في المنطقة وخصوصا في سوريا أولا بيناتنا التعاون الاقتصادي في كافة المجلات تقليدي ثانيا موقف روسيا تقليديا تأييدا للدور الإيجابي الإيراني في المنطقة والمشاركة في كل الملفات المنطقة ثالثا التعاون في سوريا لأن التعاون ما بين السلطات السورية وخلفائه بما في ذلك روسيا وإيران هذا يتكون الآن السند الأساسي لجهودنا نحن لأن نحن ما هي الإنجازات تم تحقيقها بفضل هذا التعاون هذا وأضاف أن النشاط الروسي مستمر في اللقاءات مع الفصائل الفلسطينية وفي مساعد تهدئة لا فتن إلى أن التطبيع مع إسرائيل يهدد مستقبل السلام في المنطقة كل المؤشرات والأحديث حول الصفقة تبدل على أن ليست هي لمصلحة الشعوب العربي الفلسطيني وشعب العربي الفلسطيني والخطوات المتخزة في هذا الإطار أيضا هي ليست لمصلحة القضية الفلسطينية فلذلك بالتأكيد أن هذا الأمر غير مقبول لدينا رؤية وأنا مقتنع أن لا يزال هذا الجوهر للموقف الروسي ضرورة العودة إلى عملية السلام موسيقى قال رئيس الأرجنتيني أن الاتهامات ضد ولي العهد السعودي بارتكاب جرائم حرب وتعذيب ربما تطرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين وأكد أنه فيما يتعلق بولي العهد الذي يحضر القمة فأن السعودية هي عضو دائم في مجموعة العشرين وبالتالي فأنه يحضر القمة بهذه الصفة مؤكداً أن المشكلة التي أثرت على العالم مطروحة على الطاولة وربما تثار خلال اجتماعات ثنائية وربما لا في خطوة لافتة رفض ولي العهد السعودي لقام في أحد الفنادق المخصصة لكبار ضيوف القمة وقرر المكوثة في سفارة بلاده في بوينوس آيرس هذا وتوعدت منظمة هيومن رايتس ووتش ابن سلمان بملاحقته في دول أخرى قضائياً في مطالب القضاء الأرجنتيني وزارة الخارجية بمعلومات عن ولي العهد متعلقة باليمن بمقتل خاشقجي زهراء الديراني في بوينوس آيرس هبط طائرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المكتوب الأرجنتيني يقرأ من استقباله الرسمي الفاتر الذي اقتصر على حضور قلة يرؤسهم وزير الخارجية الأرجنتيني وغاب عنه رئيس البلاد المنهمك بالتحضير لقمة العشرين استقبال فقير دبلوماسياً غني إعلامياً فمعظم وسائل الإعلامي تداعت إلى نقل حقيقة الصورة الباهتة يعلم الأمير أن هذا الحجد الصحفية لم يتوافد لنقل مشاركته في قمة العشرين بل السؤال عن حقيقة واحدة عنوانها مقتل خاشقجي تتوعد بملاحقة ابن سلمان في دول أخرى بعد الأرجنتين فالمنظمة الحقوقية رفع الدعوة قضائية على ولي العهد مستغلة بنداً في دستوره يتعلق بجرائم الحرب للتحقيق في دور بن سلمان في جرائم ضد الإنسانية في اليمن ومقتل خاشقجي القضاء الأرجنتيني نظر في دعوة المنظمة وطلب وزارة الخارجية بجمع معلومات من اليمن وتركيا والمحكمة الجنائية الدولية تطوق الحواجز السفارة السعودية في بوينوس آيرس إجراءات أمنية مشددة متاريس وحراس وقطع طرق وزجاج مضاد للرصاص ففي خطوة لافتة وغير عادية عزف ولي العهد السعودي عن أي إقامة فندقية فاخرة خصصت لكبار ضيوف قمة العشرين واستبدلها بالإقامة في سفارة بلاده تختصر الصحف الغربية المشهد بجملة المكان الذي يهرب منه ابن سلمان بات ملجأه الوحيد خارج المملكة وملا ذه أكد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد الحوثي أنه إذا وجدت المؤشرات الإيجابية للسلام لدى الأطراف الآخرين فسيكون هناك وفد وطني من صنعاء في السويد في ثالث من كانون الأول ديسمبر الحوثي أضاف أن مشاركة الوفد الوطني مشروطة بضمان الخروج والعودة الآمنين من وإلى اليمن متمنياً المسارعة في إخراج الجرحة للعلاج كخطوة أولى وكبداية لفك الحصار والحضر عن الشعب اليمني دعا منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارك لوكاك كل أطراف الصراع اليمني إلى حضور المحادثات في السويد الأسبوع المقبل في مؤتمر صحفي في مطار صنع أعرب عن تطلع الأمم المتحدة إلى وقف العمليات العسكرية حول مدينة الحديدة وإلى إفساح المجال لتحرك منظمات الإغاثة في اليمن أولاً أتطلع إلى توقف الأعمال العدائية ولسيما حول الحديدة كذلك أود رؤية منظمات الإغاثة تعمل على نحو أسهل وتتحرك بحرية أبقوا المنافذ والطرق مفتوحة وأمنوا الوصول إلى جميع المرافق الرئيسية وفروا تأشيراتنا وأفرجوا عن بضائعنا واسمحوا لموظفين بالقيام بأعمالهم من الضروري أن يتعاون الجميع مع زميل مارتين جريفث وأن يذهبوا إلى المحادثات التي يؤمل عقدها في السويد في وقت قريب جداً أكد رئيس وفدي صنعاء للمفاوضات محمد عبد السلام أن المبعوث الأمم مارتين جريفث لم يقدم جديداً وأنه لم يفي بما التزم به من إجراءات لبناء الثقة مشدداً على أنه لمعنى لحوار يطلب فيه منك الطرف الآخر أن يحقق بالتفاوض ما لم يستطع تحقيقه بالعضوان العسكري عبد السلام اتهم جريفث بفقدان أي رؤية أو إطار سياسي ما يجعله عاجزاً عن عقد جولة مشاورات جديدة من جهتها عضو وفد حكومة الرئيس عبدربو منصور هادي لمحادثات السلام اليمنية رانا غانم أعلنت أن الوفد سيلبي الدعوة ويشارك في المحادثات التي تبدأ في السويد في السادسي من كانون الأول ديسمبر المقبل وكان سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل أرون قد قال أن من المتوقع أن تبدأ المحادثات الأسبوع المقبل وكتب في تغريدة على تويتر إلى المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام أن الحل السياسي هو السبيل للمضي قدماً معتبراً المشاورات خطوة كبيرة لتحقيقه وضف أنه حجز رحلته ويتطلع إلى رؤية عبد السلام مناك مترئساً الوفد ميدانياً أفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية لتحالف السعود في لحج كما تمكنت من قتل عدد من قوات هادي وجرح آخرين في هجوم على مواقعهم في نهم شمال شرق سنعاء وكانت طائرات تحالف السعود قد أغارت على سيارة مدنية في مدرية حيدان بصعد شمال اليمن قالت حركة فتح النهوان الأوان لتمكين الشعب الفلسطيني من انتخاب مؤسساته الشرعية عبر عملية تتحدى ظروف الانقلاب وواقع الاحتلال رئيس المكتب الأعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم مونير الجاغوب اعتبر أن أحد ضحايا الانقلاب هو المجلس التشريعي الذي انتهى دوره مع خروج حماس على الشرعية الوطنية بحسب تعبيره قال الجاغوب أن التجربة أثبتت أن قيادة حماس لا تؤمن بالديمقراطية أو بالانتخابات الدورية ولا بتداول السلطة عبر صندوق الاقتراع الجاغوب اتهم حماس بالاستمرار بالتهرب من إنجاز المصالحة بهدف تعطيل الانتخابات بما تمثله من أداة ارتضاها شعبنا كوسيلة وحيدة لتداول السلطة منذ أكثر من أربعين عاما تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي هذا العام يواجه الشعب الفلسطيني خطر الحرمان من التعليم والإغاثة فضلا عن خطر التآمر على حقوقه من خلال سفقات مشبوهة نزار عبود منذ واحد واربعين عاما واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف تنظم جلسة سنوية خاصة لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لكن احتفال هذا العام ترافق مع تهديد خطر لتلك الحقوق اعمال الهدم واستمرار التوسع في الاستيطان والطرد القصري والعقوبات الجماعية لن تجلب السلام ويبقى الحل وفق جوتيريش بإقامة دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمتها اما رسالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للجلسة فشددت على التمسك بقرارات الشرعية الدولية كأساس لا بديل عنه لكن اذا فشلت الجهود في ايجاد هذا الحل فان الشعب الفلسطيني لن يختفي كما لن يقبل بالقهر والظلم كمستقبل له وسيواصل شعبنا كفاحه المشروع من اجل تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والسعي الى تحقيق المساواة في الحقوق للجميع في فلسطين الداريخية من دون تمييز الى جانب رسائل التضامن من رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الامن الدولي ورؤساء الكتل السياسية تنظم اللجنة فعاليات ثقافية للتعريف بالقضية الفلسطينية لم يكن الشعب الفلسطيني يحتاج الى التضامن الدولي بقدر حاجته اليه هذا العام فحقوق الشعب الفلسطيني مهددة بالزوال والتلاشي ما لم تتضامن الشعوب الاخرى معه في ظل الاعداد الى صفقة القرن التي تشارك فيها حكومات عربية مطبعة نزار عبود الامم المتحدة نيويورك الميادين حذر رئيس لبنان ميشيل عون من تقاعص المجتمع الدولي في تنفيذ واجباته تجاه القضية الفلسطينية وفي اليوم العالمي لتضامن مع الشعب الفلسطيني اكد عون ان اعلان القدس عاصمة لاسرائيل ونقل بعض السفارات اليها هو خطوة ضد ارادة المجتمع الدولي في ظل المناورات التي وجريها الجيش الاسرائيلي تبدو الكلفة الباهضة التي ستدفعها اسرائيل في اي مواجهة مقبلة التحدي الاساسي الذي تواجهه الجبهة الداخلية في ظل تلميح قائد الجبهة الداخلية الى ان اي نقطة في اسرائيل لن تكون بمنأة عن صواريخ حزب الله منال اسماعيل على وقع التسريبات وحملات الترويج عن سلسلة مناورات تقوم بها وحدات الجيش الاسرائيلي المختلفة واخرها عرض صور لمناورة اجراها لواء الكوماندوس يعود الحديث في اسرائيل عن الثمن الباهض الذي يمكن دفعه في اي مواجهة مقبلة ليس هناك حروب مجانية ولا معارك مجانية دائما هناك ثمن وهو باهض جدا وانا افكر دائما به كلام رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو عن كلفة الحرب الباهضة تلاه تصريح غير مألوف لقائد الجبهة الداخلية اللواء تميريا داعي اقر فيه بانه في الحرب المقبلة ستغطي صواريخ حزب الله كل نقطة في اسرائيل تصريحات مثيرة للخلاف ادل بها قائد الجبهة الداخلية تميريا داعي الذي قال انه في جولة القتال المقبلة لن يسود وضع يجري فيه القتال في الشمال او في غزة بينما يحتسون القهوة في تل ابيب وانه لا خلاف على ان التهديد على الجبهة الداخلية الاسرائيلية في الحرب المقبلة سيمثل تحديا صعبا للغاية ولسيما القدرة على ضمان الخدمات الحيوية للمواطن او قدرة صمود المجتمع الاسرائيلي كلام يداعي هذا قرأ فيه مراقبون تغيرا في سورة الحرب المقبلة وطابعها بما يستدعي استعدادا مختلفا لها هذه المرة يداعي اراد من اعلانه ان كل سكان اسرائيل في الحرب المقبلة سيكونون تحت تهديد الصواريخ ان يخفف من التوقعات ايضا لدى رؤساء السلطات المحلية وعبرهم لدى الداخل الاسرائيلي والمجتمع مقاله ليس جديدا ان الداخل وتحديدا تل ابيب وغشدان سيختبر ما لم يختبره في الصابق بمعنى اخر سيتلقون الكثير من الصواريخ وهو ما لم يروه حتى الان وفي محاولة منه للتخفيف من وقع تصريحات يداعي وخطورتها الامنية اضطر الناطق باسم الجيش الاسرائيلي الى اصدار بيان توضحي لكلام يداعي ذكر فيه ان ما قصده انه في الحرب المقبلة سوف يتعرض سكان الوسط ايضا بما في ذلك تل ابيب للتهديد وسيتم تشويش حياتهم الروتينية ولم يكن في كلماته اي انتقاد لسكان تل ابيب فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة هذه النشرة موسيقى من جديد اهلا بكم صوت اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي على طرح مشروع قانون لمنع الدعم العسكري الامريكي لصالح السعودية نظرا للنتائج الكارثية في حربها على اليمن تفاصيل اكثر في هذا التقرير مجلس الشيوخ الامريكي يصوت لصالح طرح مشروع قانون امام الكونغرس ينهي دعم الولايات المتحدة الامريكية العسكري للمملكة السعودية 63 صوتا مقابل 37 حصدها الاقتراح الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز والسيناتور الجمهوري مايك لي والسيناتور الديمقراطي كريس ميرفي في تصويت لجنة شؤون الخارجية للمجلس اعضاء ديمقراطيون وجمهوريون يرفضون استمرار الدعم الامريكي للسعودية وتمديها في حربها ضد اليمن وما خلفته من نتائج انسانية كارثية سوف اغير تصويت واصوت لصالح مشروع ساندرز تعتقد انه حان الوقت لارسال اشارة واضحة وقوية الى حليفنا الوثيق في السعودية بان الاعمال التي تنتهك قيمنا الاساسية مثل قتل ستكون لها عواقب بصراحة لن اخسر القدرة على التزود بالنتائج من وكالة الاستخبارات المركزية حول اذا ما كانت تقديراتهم تدعم قناعتي انما حدث غير ممكن من دون علم ابن سلمان بحال تم تزويد بمعلومات تدعم هذه الخلاصة التي كونتها بشكل غير نهائي لن يكون التعامل مع السعودية كالمعتاد بعد اليوم في الوقت الراهن في اليمن نشهد اسوأ ازمة انسانية على الارض لقد شهدنا بالفعل وفاة 85 الف طفل تقول الامم المتحدة ان ملايين الاشخاص يواجهون المجاعة وهناك عشرة الاف اصابة كوليرا تتطور كل اسبوع كل ذلك بسبب الغزو الذي قادته السعودية ضد اليمن منذ ثلاث سنوات بقيادة ديكتاتورية استبدادية بلا شرف المشروع يهدف الى ضبط التعاملات المستقبلية لواشنطن والرياض بخصوص صفقات السلاح فقد اشترت على البيت الابيض الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس اذا اردت تدخل في حرب او توفير دعم للسعودية وقد تكون صفقة بيع نظام دفاع صاروخي التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار اخر ما يفلت من رقابة الكونغرس اذا ما جرت تصويت على المشروع الاسبوع المقبل لكونها قيد نقاش سابق في العام 2016 رغم كل الاصوات المعترضة اعلنت واشنطن عن صفقة جديدة لبيع اسلحة للرياض بقيمة 15 مليار دولار تشمل قاذفات صواريخ احمد عبدالله والتفاصيل اهلا بكم منذ مقتل السحفي السعودي جمال خاشقجي تتصاعد الاتهامات الموجهة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالضلوع في هذه العملية تساؤلات عديدة طرحت حول مصير صفقات الاسلحة بين واشنطن والرياض بعد تصاعد الاصوات الامريكية المطالبة بوقف تصدير الاسلحة الى السعودية بسبب الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين في اليمن دخل البيت الابيض في تحدي مع الكونغرس واكملت الادارة الحالية دورها كشركة كبيرة تدير صفقات هائلة لبيع الاسلحة الامريكية حول العالم لعب الرئيس دونالد ترامب دورا اساسيا في الترويج للاسلحة الامريكية ودفع بشكل شخصي باتجاه عقد الصفقات من خلال محادثاته مع زعماء الدول التي تستورد السلاح الامريكي ولكن الى اي حد يستطيع ترامب صدى سهم الكونغرس المصوبة نحوه سرعان ما وجد ترامب نفسه في سباق مع الوقت لحصول على الاموال السعودية بأي ثمن كان وهو الذي طالب مرارا ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بان يخرج من امواله ثمن حماية واشنطن لبلاده هكذا وبعد ساعات فقط على احالة مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قرار لوقف الدعم العسكري الامريكي للسعودية في حربها على اليمن الى المناقشة العامة والتصويت عليه الاسبوع المقبل اعلنت واشنطن اتمام صفقة اسلحة مع السعودية تتمثل بشراء الرياض نظاما للدفاع الصاروخي بقيمة 15 مليار دولار على اثر هذه الصفقة ستشتري السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد الى جانب معدات عسكرية وهي صفقة لم تنجز الا بعد اتصال هاتفي بين ترامب والملك سلمان بن عبد العزيز بحسب الخارجية الامريكية صفقة نظام ثاد للدفاع الصاروخي الذي يستطيع اسقاط الصواريخ الباليستية القصيرة المدى والمتوسطة خلال المرحلة النهائية من رحلتها كانت قيد النقاش منذ كانون الاول ديسمبر 2016 لكنها لم تكتمل الى اليوم تصريح لوزير الدفاع الامريكي جيمس ماتس يلخص دوافع صفقة السلاح مع السعودية في هذا التوقيت بقوله انه لا يمكن التغاضي عن المصالح الامريكية حتى في ظل سعي الولايات المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي موسيقى قال التحالف الامريكي في العراق انه قام بتنفيذ 17 غارة وجهت الى مواقع تابعة لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من الموصل والانبار وصلاح الدين وذلك وفق الاحصائية التي تتعلق بالغارات والاشتباكات التي نفذتها الاسبوع الماضي واضف التحالف في بيان له ان الاشتباكات التي واجهتها قواته كان عددها 22 اشتباكا ضد عناصر تنظيم داعش مبينا ان العمليات كانت في مدينة بحيرة حمرين والانبار وبحيرة الثرثار وقضاء بيجي ووادي الشاي والموصل ومطار القيار العسكري اكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا ان السبيل الوحيد لحل الازمة الليبية هو الخيار السياسي الذي يحدده الشعب الليبي بنفسه وخلال اعلان البيان الختامي للاجتماع المنعقد في العاصمة السودانية الخرطوم شدد وزير الخارجية السوداني الدردير محمد احمد على ضرورة دعم ليبيا ومساندتها في اطار العملية السياسية من اجل التوصل الى مصالحة وطنية واقامة مؤسسات قوية وموحدة على اساس التمسك بالخيار السياسي ورفض تدخلات الخارجية وتشجيع الحوار ومحاربة الارهاب جرح مسيرات العودة يطالبون بحق العلاج في الخارج مع تدهور اوضاعهم الصحية بسبب الحصار على غزة احمد غانمع من دون قدرة على الحراك يرقد حسام على سريره في مستشفى الشفاء وهو يتلوى من الالم بعدما اصيب برصاصة متفجرة في قدمه تسببت بنزف كبير سيطر عليه الاطباء في غزة لكنه يخشى من مضاعفات خطيرة قد تصيبه ما دفعه الى المطالبة بعلاجه خارج غزة كحق من حقوقه المشروعة خشية ان يفقد ساقه نفس الواحد يطلع ويعمل تحويل ويطلع ويتعالج نفس كلهم والله بتقطع لما شوفهم اللي مركب بلاتين اللي مش قادر يتحرك اللي عايش على المسكنات يفتحوا لكل واحد لكل مريض تحويله حولوه برا ايش المانع يعني ايش بده تكلفكو اما محمد فقد خرق الرصاص عظامه وقطع اولدته خشيته على قدمه قد لا توازي خوفه وخوف والده على عائلته التي قد تضيع اذا لم يحظى بتحويلة طبية للعلاج الخارجي تنقذه من الاعاقة عنده ثلث أولاد وبنت وزوجة كيف بدي عايشهم هذا هذا اذا ما طلعش بخارج ها رجله هذي حتشل يعني حتصير من دون شي كيف بدي عايش ووضع سيء قطير جي كتير ومتالي شوفت الصبع ليوا وهم بغيروا عليها ووضع سيء فتحه من تحته من فوق مدفعية تقول قطمين رجله وزارة الصحة في غزة قالت إن منع الاحتلال سفر الجرحى للعلاج يفاقم من معاناتهم والتي تتطلب تدخلا من السلطة لتسهيل التحولات الطبية إلى الخارج بشكل أكبر كما دعت العالم إلى وضع حد لمعاناتهم في ظل تراجع الأوضاع الصحية في القطاع في ظل الحصار أغلب الإصابات هي إصابات في الأطراف السفلية بهدف إحداث إعاقة بالأخص للشباب طبعا المئات من هؤلاء الجرحى بحالة خطيرة بحاجة إلى تحويل الخارج يعني الاحتلال يمنع المئات من هؤلاء من الصفر لتلقي العلاج وزارة الصحة سجلت ما يقارب العشرين ألف جريح بطرت أطراف عدد منهم بفعل الخطر الذي يتهدد حياتهم بين الإعاقة أو الموت تتأرجح خيارات جرح مسيرات العودة في غزة خيارات يأملون تجاوزها عبر كسر حصار الاحتلال وإنهاء الانقسام بما يضع حدا لمعاناتهم المتواصلة أحمد غنب غزة الميادين في مدينة غزة نظم مهرجان للسينما المهرجان يستقبل لسنة الرابعة أفلاما روائية ووثائقية محلية وعربية ودولية وهو صرخة في وجه الحصار وتمسك بالحياة هي السجادة الحمراء تفرش من جديد تحت أقدام الغزويين ومن نافذة الفن السابع تطل أفلام روائية ووثائقية محلية وعربية ودولية تجسد انتهاك حقوق الإنسان استقبلنا حوالي 250 فيلم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فينا وعن طريق شركتنا في مهرجان كرامة بالأردن لأن احنا مهرجان معترف دوليا احنا عضوا مع 42 مهرجان على مستوى العالم لهيك 70% من الأفلام اللي وصلتنا سنة هذه من أوروبا 30% من وطن العربي اسم المهرجان بيكفي بيكفي للإحتلال وبالتالي المهرجان هو صرخة في وجه الجميع يكفي ما يحدث غزة تستحق الحياة سنوات وعذبات العدوان والحصار تتجسد هنا فنا برسم حقوق الإنسان وأبناء غزة يعشقون الفن وبه يتمسكون احنا مبسوطين كثير بعرض الأفلام بعرض الأفلام الحلوة اللي بنحضرها احنا على مدار السنة الرابعة على التوالي في مهرجان السجادة الحمرة احنا ما منقدر نسافر ما منقدر نشوف السينما برا لهيك يعني غزة بتستحق الحياة على مدار أربعة أيام في غزة والضفة الغربية وبعض الدول العربية تم عرض الأفلام وبتوقيت متزامن دعما لغزة ولحقوق أبنائها المحاصرين تغيب دور السينما عن غزة على نحو تام لكن العروض السينمائية لا تعدم وسيلة في أن تجد لها موطئ قدم على الخارطة الفنية السجادة الحمراء تطوى هذا العام على أمل أن تفترش الأرض مجددا في زمن لا يوجد فيه احتلال أو انقسام لان شهين غزة قال ما يدين كتاب من أجل إطعام الفقراء هذا هو مشروع مجموعة من الكتاب الفرنسيين الذين تعاونوا على تأليف سلسلة كتب تحت عنوان ثلاثة عشر إلى الطاولة يعود ريعها لإطعام الفقراء عبر المطاعم المجانية في فرنسا حسن عبدالله في عام 2014 اجتمعت حفنة قليلة من الكتاب الفرنسيين في مكاتب دار نشر بوكت وذلك لإصدار الكتاب الوحيد في العالم الذي سيباع لإطعام مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال الجيع ثلاثة عشر كاتبا حول الطاولة عنوان كتاب استثنائي وفكرة استثنائية هدفه الوحيد تقديم مساعدة للمطاعم التي تقدم وجبات مجانية للفقراء في ضوء التطور المستمر للفقر في فرنسا لقد جاء الجواب منطقيا نكتب كتابا يكون ريعه بالكامل لصالح مطاعم الفقراء وهكذا طبع الكتاب لكي يتمكن أخرون من الاجتماع حول طاولة لتناول الطعام اللافت مسارعة المكتبات والمطابع والعمال إلى المشاركة بفعالية في المشروع من دون مقابل كان الهدف هو الوصول إلى توزيع ثلثمائة ألف نسخة من الكتاب بسعر سبعة دولارات للنسخة الواحدة وذلك بما يؤمن مليون وجبة غذائية التجربة الأولى نجحت وتكررت لتولد ثلاثة كتب أخرى بالهدف نفسه أما الخامس فسيصدر العام المقبل ويحمل عنوان العيد لإطعام المزيد من فقراء فرنسا يقول المشرفون على الكتاب إنهم سيبنون بقلوبهم وبكل قوتهم عالما أكثر عدلا وأكثر أخوة وأكثر إنسانية حيث يمكن لكل فرد أن يأكل أخيرا تذكيرا بعنوين هذه النشرة السبس يتهم النهضة بتهديده بعد حديثه عن التنظيم السري للحركة ويؤكد أن الأمر بات في عهدة القضاء الجعفر يتهم التركيا بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتي ودول ضامنة لأستنى تدعو الجماعات المسلحة إلى الانفصال عن داعش والنصرى رئيس الأرجنتين يقول إن الاتهامات ضد ولي العهد السعودي بارتكاب جرائم حرب ربما تطرح للنقاش خلال قمة العشرين والرئيس الفرنسي يعلن أنه سيلتق ابن سلمان وفد صنعاء يعلن أنه سيكون في السويد للتفاوض في ثالث ميكانون الأول ديسمبر المقبل إذا حصل على ضمان للخروج والعودة الآمنين وفتح تريد الذهاب إلى الانتخابات كحل للأزمة مع حماس والحركة تؤكد الاستعداد لها الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحات الميادين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة